بعد الأخبار يتبعوا لطيفة قنسرت ساعة شهر ونص حالتنا اليوم من MTV Live حلقة فنية بامتياز وراح نكمل هلأ مع الفن التشكيلة ونتعرف أكتر على الفنان التشكيلية لونا معلوف أهلا وسهلا فيك شرفتنا لونا شكرا يوم أنت معنا حتى نحكي عن مجمل أعمالك سيرتك الفنية الطويلة ولكن بالأخص عن آخر معرض لأيلك بيعنمين نوستالجيا فور تمورو أو نوستالجيا للغد في تناقض كثير هون بالعنوان رح نحكي عنه بالتفصيل هالمعرض ابتدى بـ 23 أيلول ومستمر لـ 15 تشرين الأول يعني بعثي حوالي أسبوعين تقدروا يشوفوا أعمالك وعم بينعرض بجالوري بـ Art on 56 أهلا وسهلا فيك مرسي لقلكم لا استضافتكم شرفتنا نحن دائما نحب نشجع الفنانين اللي منحس عند الموهبين بيستيهلوا شوية اندفاع مننا مظبوط لأنه بلدنا بعتقد مش بس أنا عم بحكي عن كل الجيل الجديد عنده كتير پوتانسيال عنده كتير انرجي بوزيتيف مارغريتو يعني بالرغم من كل شيء عم بيصير بلبنان لبنان بعتقد بعده على مستوى كتير مقبول بالفن وهذه الشهادة لازم نسق فيها لأنه حضرتك بتعلمي الفن التشكيلي بجامعة القلبة من سنين طويلة إلى اليوم بالفعل في مواهب فنية موجودة عم تمرق عليك؟ كتير كتير أنا سلقي مظبوط أكتر من عشرين سنة أستاذي بالقلبة وحتى بعت برايفت كورسز عنده بالأتوليير لناس بحسوا أنه يجبون راتي بركي لوروكاسيون في كتير ناس بتحب في كتير ناس في شيء أصلا اسمه تيرابي أرتيستيك صار الفن بعلمك كتير أشياء بعلمك أول شيء تكون ريئة بلدنا بحاجة لرواء فشة خلق بتصور أو منفسة أصبح اليوم الفنون على أنواع أصبحت هيكي الفن تتعلم يرسم شيء وتصير فنانس شيء تاني تصير فنانس هي سأمد في حياتك كلها بتكون سنتري على هالموضوع أكيد بس ما في شك الفن بيفتح لك ديمانسيون كتير كبيرة يعني أناظر دايمانشن ما بتعود تشوف القشة كتير متيرياليستيك نعم يعني إذا بلدنا مثلا تنقول كتير نحنا منحسهم كركب أتلس بتنظمي بعقلك في فنانين تشكيليين بيستخدموا الفن حتى يعبروا أو يفشوا خلقون عن الوضع اللي عايشينه حاليا بالمجتمع أكيد ما في شك الفنان ذو بيطلط من زمان يعني من هالباب كمان هو نوع من العلاج أكيد أكيد لأنه نحنا أكيد أفراد من المجتمع نحنا منشارك بكل شيء عم بيصير يعني بس نحنا يمكن قنا على شانس أنه منعبر عنه بهاللوحة هلأ أدي بيوصل المساج هادي بتصير أدي أنت بتتفاعل مع حسب المتلقي كمان شو بيشوف أكيد نعم بدي أحكي شوي عن المعرض هو المعرض الفردي الأحد عشر لإلك نوستالجيا فور تمورو كيف ممكن نشعر به حنين للغد؟ للغد هي هذه الكونترادكسون لأنه هلأت فيه تناقض بمجتمعنا بالأوضاع اللي عملوا نشا شو قصدت بهالعنوان؟ التناقض هي التناقض اللي عايشينه التناقض بين بيروت القديمة نحنا ما بنعرفها أكيد ولا أنت بتعرفيها نحنا إذا بدنا نرجع إذا بحاجة لحياة الإنسپيراسيون ترجع لبيروت القديمة نحن نحكي عن العصر الذهبي لمدينة بيروت؟ بيروت قبل الحرب نعم بيروت الستينات وبنفس الوقت عندك بيروت المستقبل اللي هي بدنا نثبت حالنا فيها يعني دائما نحنا عايشين بتناقض أنا رأي لي كل الوقت نثبت حالنا ونلاقي حالنا فيها في كتار يمكن بطل يشوفوا حالهم بالمستقبل هذا الشيء بالذات يلي الناس حسوا بلوحاتي أنا لوحاتي كل عمرة بمجهة لكل الأعمار يعني للعالم اللي عندها سقافة فنية بس كمان للجيل الجديد كتير بيتفاعل مع لوحاتي وهذا شيء كتير بيبسطني بلاشنا نشوف أعمالك لونا هذا كان الكارت هذا النوستالجي كم عمل راح نشوف بهالمعرض في 25 عمل نعمله خصيصا لهالمعرض لهالتين بالذات المرأة قبل هو اللي كان أنا اشترك بالارتفير يلي مرأة بـ 15 شهر نعم هالشهر هالشهر من 15-18 بتصور كان الارتفير وهالمرة معرض فردي لقلك نشوفي 25 لوحة 25 مع عمل مضبوط 25 لوحة كلكم مدعوين تنظروا تشوفوا حلوي كتير عمالك منلاحظ في اختيار معين للألوان لونا اللون وال الها رمزية الألوان عندك نشوف كتير من الأصفر البرتقالي في أحمر كمان في أسود وأبيض حسب اللون بيجي مع وتتقرر شو هي الكمبوزيشون هون مثلا أبيض هون كان هيدا التكنيك كتير حلوة كتير جديد لقليل لأنك عم بشتغل بانتشو الألوير كأنها سكاتش يعني وعم بجسد المرأة بالسنبليسيتي طبعا يعني المرأة منا بحاجة بالنسبة العالية لكتير كتير كيف تشوف المرأة اللبنانية بمعرض نوستالجي؟ بحبة تكون بحبة تكون بحبة تكون بحبة تكون بحبة تكون اكتب إليك عم بحكي عن الرجل عامتاً عم بحكي عن الرجل لوم مع رمزة عش الألوان إلا رمزية أو مش ضرورة؟ مش ضرورة هي حسب الكمبوزيسيون يعني حسب المود إذا بديك حسب شو بتقرره يعني وقتها بتقولي بدي أعمل هيك يجي اللون مع الفكرة لونا شفنا رجال ونساء كتار ولكن ما في ملمح واضحة بالواجه بالعكس في لون دو دو لأنه الظهر هو أوفيرتور بالنهاية يعني الظهر إذا بديك شفنا الكورب يعني الكورب طبع الجسد إن كان الرجل ولا المرأة فيه كتير سانسوليتي عنده بالنسبة لألي يعني الرجل بهكي بكتفاته بوقفته بالشموخ يمكن يلا عنده المرأة بالسيمليسيتات طبعا أنا بعدني بأمن بالشموخ، formed are women وش يلي بيجمع بين Braille بها المعرض بيروت اللي بيجمع بين كل هاللوحات بيروت آ хоч ماذ صبعا بيروت بيروت ال�� بيروت متعدكسيون تبعا بيروت كل شيء بتشوفي يعني ما بعرف أنا العالم يلي إجوا حسوا كثير بل ما أنا كثير فسر وحسيت أنه وصل المساج لهم بكل بكل سهولة وهذا كان شيء كثير بسطني يعني أنا كنظرة أولية كمتلقية شفت نظرة متفائلة في كثير من النور أكيد أكيد وفي حداسي أنا أصلا المعرض هو بحب كثير أهديه لمنوفور يلي هن الجيل الجديد يلي هن كانوا الانسبيراسيون طبعا أعتقد يلي هن بشوفيون المستقبل يلي هن بشوفيون كل هالأنرجي بوزيتيف يلي عم بيعطوها لبلدهم أكيد في أمل أنا لقلب بيروت هي قلب ما بيوقف يعني بينبض كل الوقت شو عم بتحاولي تقولي لهالجيل الجديد لشو عم تدع هالجيل جيل اللي فائد الأمل بهالبلد والأسف جزء كبير منه عم بهاجر ليلاقي مستقبل الأبطال بالعكس أنا كتير بحزن وقتها وقتها أحدا يقل لي أنه عم بفل أكيد بالعكس أنا بشوفيون هنه 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 المستقبل يعني إذا راحوا شوي يشتغلوا رجعوا معلي أنا تدعيون حتى هنه ياخدوا مصير هالبلد بإيدهم هنه أكيد هنه البلد هنه البلد بيروت هيه هنه كل هالعلم يلي عم بتعلموه كل هالإنرجية اللي عندهم ليحطوه هون بعدين في كتير ناس عم تشتغل بهذا البلد نعم لا مصلحة البلد بعض ناس مأمنة بهذا البلد الحمد لله أنا أول بخذر بشيء أنت منهم أكيد لتفكري بهذا الموضوع المعرض نستمر لغية 15 تشهين الأول بغالوري أرتون في وين موجودة؟ بالجميزة بالجميزة هي نبط بيروت يعني وبدي أشكر قبل ما نوقف بدي أشكر مع علي الوزير ومدامته ميشيل فرعون نعم وزير سياحة وزير سياحة برعايته وبحضوره والغالوري لأنه كان الأوبنينج كتير خلو مدام نوه محرم اللي هي الأونر كان جميل جدا نعم لونا الفن مش جديد عليك ترعرعتي بجو الفن من وليتك يمكن من طفولتك حضرتك بنت الفنين الكبير الفرد معلوف شو أخذت منه؟ شو أخذت من الفن اللي بيقدمه؟ كل شيء كل شيء وقت تخلع ببيت فن تخلع عم تشوفي الجميل من أنت وصغيرة فيها كتير أمبيغويته هالشغلة لأنه بتفكر أنه كل العالم تشبهيك وقت تشبه تفكيرك تشبه تفكيرك وبتشبه طريقة حياتك وبتشبه الأشياء اللي أنت تعلمتها من أهلك ولكن الواقع مش هيك بعيدة للأسف بعيد كثير أكيد للأسف لأنه عم تحاولت غيري هالشي؟ بس أنا كثير فخورة كثير فخورة بجرب قدمة فيها يعني يلي بيقلي مثلا أنه إذا بقل له أنا فنانة بيقلي بس أنا ما بعرف أرسم بقل له منك مش مضطر ترسم يعني فيه ناس بترسم فيه ناس بتتزوق فن فيه ناس بتحس صح مش هلا أكيد حلمي كل الناس تعرف ترسم بس أنه ما نكون مجبورية كنت بالأول نريد كثير أنه لي العالم ما عندها سقافة فنية قد ما أنا بدي بس برجع بالأخير مبلوم يعني ما عندنا كثير أكيد لو كنا عايشين بأوروبا كانت أهيان الأشياء السقافة الفنية يمكن شوية ناصع عنها أكيد عم بحكة عن السقافة الفنية بس أنه فيها العالم تعمل إفار وفي كثير ناس عم تعمل إفار مش ضروري هنا يرسموا مش ضروري يرسموا يعني الخط الأولى بتكون أنه يحضروا هالمعارض يشوفوا هالعمال بيعين وبزهن مفتوح يمكن ببيئة انفتاح أكثر يمكن حتى يكون متلقي ذكي متلقي مسقف لأنه عادة الفنين التشكيلي أو الرسامي يترك القرار نهائي للمتلقي حتى يترجم العمل أو اللوحة مثل ما بده كثير حلو يعني هون ما في ضغط كثير حلو كثير حلو أكيد الفنين ما كثير بيعرف كثير يعبر لأنه بيعرف يرسم ما كثير بيعرف يحكي هون بديك فنين بالحكي بس لا أحضرتي كثير حلو اللي فسرتي كثير مضبوط يا ليلتي المهم العالم تشوف لو ما حبيت مش ضروري بس تحب بس مهم تشوف وتحس وتجرب تتفاعل هذا هو لونا نحنا بسطنا بالحديث معيك نتمنى لك التوفيق بهالمعرض وبكل الأعمال القادمة لك ونيل تلميزك فيك مرسي كثير أهلا وسهلا بك شرفتنا واقفي مشاهدينا وحالتنا بتكمل مع لمحة عن برامج سهرتنا لونا حليك معي ونكمل MTV Alive